بصوا أنا تقريباً من أول رمضان من أول رمضان ولا من قبل رمضان والله ما فاكر بتكلم على الحشاشين تقريباً بشكل يومي لأن أنا من الناس اللي مبسوطة جداً بهذا المسلسل جداً جداً لأبعد الحدود الممكن مبسوط بهذا المسلسل على المستوى الإخراج مستوى الكتابة مستوى الموسيقى مستوى التمثيل المستوى الفكري يعني فكرة إن إحنا نعمل مسلسل عن حسن الصباح والإسماعيلية الحشاشية وشوف المسلسل خالق جدل إلى هذا الحد أعمل إزاي وتقريباً في كل مرة لا مش تقريباً ده أكيد في كل مرة أنا بتكلم عن الحشاشين فأنا بتكلم عن ما دائماً أصفه إنه نجم مهول عبقري فز لا يحتاج لشهدتي على الإطلاق وحتى أنا أتذكر من يومين كنت بقولوك وجماعة ركزوا جداً مع فتحي عبدالوهاب بيمثل من غير ما ينطأ حرف يعني لا صوت يخرج من فمه لكن عينيه بتنطأ اختلاجات عضلات وشه بتنطأ مشيته بتنطأ كل حاجة بيعملها فتحة عبدالوهاب ده عالمي والله العظيم جداً يعني هذا النجم الفز لازم تشوف هو إزاي أقولك عارض كده كان فيه جملة بتتقال دايماً في الأدب شبه القديم يعني الأدب الكلاسيكي كده شوية بتعقرد سأعطي للك وأمسك بتلبيب الشخصية هو بالضبط كده فتحة عبدالوهاب أمسك بتلبيب شخصية نظام الملك بص مثلاً الكادر ده نظام الملك وعمر الخيام بص فتحة عبدالوهاب هو مش بصص لعمر الخيام هو بالقاوي بالكلام وكده بص له والنبي بص على العين خليط ما بين السلطة الشر وفي نفس الوقت الإيمان بص 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 الشخصية بتاعت نظام الملك دي شخصية شديدة التعقيد فيها شر الحقيقة وفيها شهوة السلطة بس في نفس الوقت سلطة الرجل الثاني مش الرجل الأول وفيها في نفس الوقت حس وطني أنا أفعل ذلك لأنني أحمي هذه الدولة بص طيب أنت فهمت إيه من التفاصيل دي يعني وشه نظرة عينه رفعت حاجبه تحس أنها مرفوعة بالمقاس يعني هي لا زيادة ولا قليل ما تفهمش هو بيبتسم ولا هو مكشر في النهاية خالص كل التفاصيل أو كل هذه التفاصيل من غير ما هيتكلم أنت فهمت حاجة وصل لك الإحساس وده أنا بعتقده جزء من عبقرية فتح يا عبدالوهاب ترجمة نانسي قنقرية فتح يا عبدالوهاب